إذا ما استفهمنا صدر عد عن المبررات الحقيقية لجعل أربيل هدفاً لطهران في غير مرة واحدة في أكثر من مرة تستهدف أربيل تفسيرات عدة جاءت من بعض التفسيرات من داخل كردستان بأن هناك مسعى إيراني لجعل كردستان ممراً برياً إلى سوريا لنقل الأسلحة للجماعات المسلحة هل تشاطر هذه رؤيا؟ يعني ممكن لأنه تعرف صارت خط القائم مكشوفاً وعرضة الاستهداف سواء الأمريكي أو الإسرائيلي فهم يبحثون عن منافذ توصلهم إلى سوريا وأيد طرح جنابك أنه أي من هذه التفسيرات ربما تكون فيها مقبولية يعني هذا المنفذ الذي تريد أن تفتحه أو تريد أن تجبر إقليم كردستان أن يفتحه معها وتفسيرات أخرى من أنه الحالة الازدهارة التي وصل إليها الإقليم هذه تؤلمهم لأنهم يشوفون كردستان إيران كيف يعاني الأمرين من حكم الملالي والمعاناة من سوء الخدمات وكثير من الاضطهاد في بنية حقوق الإنسان هناك ويجدون هذا التقدم والازدهار الذي يحصل في أربيل ويغيظه هذا الشيء حتى أنهم الآن يريدون أن ينشئوا من معارضي أربيل ينشئوا حزبا يسمى حزب الله الكردستاني تصور لتفتيت بنية أقليم كردستان لأن هذه التجربة تضيرهم وتؤذيهم ويحاولوا في أي طريقة وأي ذريعة وأي حجة لتفتيت هذا الكيان هذا البنيان هذا البناء والإساءة إليه بأي ما يهمنا في هذا الموضوع أنه الجميع عليهم أن ينتبهوا لهذا الخطاب الإيراني كيف يريد أن يفرق أو يقسم ما بين القرار الرسمي الحكومي المركزي العراقي في دعم الموضوع أقليم كردستان والضربات وما بين أن يقتصروا أو يختصروا الموقف كله بتصريحات يجزئوها أنها تعود لوزير كردي لا الموقف هذا العراقي موحد هل أفلحوا بهذه الورقة بإيجاز لو تكرمت هل أفلحوا بهذه الورقة؟ يعني نتمنى أن لا يفلحوا لأنه حقيقة الخطاب بعدما فتر وبرد يعني كأنه يوحي أنهم أفلحوا بذلك لكن أنا أعتقد أنه نباهة الحكومة العراقية وبالتنسيق مع أقليم كردستان ربما تفوت الفرصة على إيران في اللعب على هذه الورقة